بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليكم نرحب بكم أخوان الطلاب في سلسلة دروس درس على الهواء طبعا اليوم راح نتعرف على درس قديد لكن بداية يعني أنبئكم بأهم البرامج اللي راح نستخدمها QR Reader وهذا اللي كان يعني ملازمنا طوال هذه الرحلة والكاهوت والنيربود طبعا برامج استخدمتموها سابقا نزين في البداية دعونا عشان نتوصل إلى درسنا اليوم و نأخذ درسنا بالمقمل أريدكم تساعدوني في صناعة وقبة مقادير معينة كيف يا أستاذ أريدكم تصوروا هذا الكود الموجود أمامكم على الشاشة و تكتبوا لي بعدين تصيروا على النيربود تكتبوا لي مكون من مكونات هذه المقادير مقادير هذه الوقبة سمحونا بأن نقوعكم شوي يلا هذا الكود ظاهر أمامكم يلا خلونا نسير بعدين نسير على النيربود نسير على النيربود يلا برنامج النيربود أو برنامج النيربود و ترسلوا مقدار من هذا المقادير نسير أنا أسهل عليكم استغلالا للوقت مثلا يعني من ضمن المقادير خمس ملاعق سمنا هنا ميزت عملية تمييز ملعقتين قرفة أو سكرا ثلاثة أكواب عصيرا ما هذا الوقبة أنا لا أعرف انزين هذه الوقبة من ضمن مقاديرها خمسة أو خمس ملاعق لو أنا قلت خمس ملاعق و سكت والله تكون محتار ما هذه خمس ملاعق لو بدون سمن لو حذفت كلمة سمن لو قلت لك ملعقتين قرفة لو حذفت هذه قرفة قلت لك ملعقتين و خمس ملاعق أكيد رح تلخبط إذن هذه كلمة سمن قرفة عصيرا سكرا هذه جميع كلمات تسمى في اللغة العربية ماذا تتوقع أيوة تسمى تميز تسمى إيش تميز إيش لاحظت على هذه الأسماء أيوة تأتي بعد أعداد بعد مقادير بعد جملة فيها أكشن ماذا إيش خمس ملاعق إيش هذه لما قلت لك سمن أنا أزلت إبهام عصيرا سكرا واضح إذن ها انتبهوا على هذه الكلمات سنحتاجها بعدين انسين إذن التمييز لما أجل حين أنا أقول لك اشتريت اشتريت ثلاثة عشرة ها وسكت إيش رايكم لما أقول لكم اشتريت ثلاثة عشرة وسكت ها مسكين واحد من الشباب محتار والله يقول لك والله يمكن انت اشتريت كتب يعني ثلاثة عشر كتابا يمكن والله اشتريت انت سيارات والله والله ما لومك انك محتار لكن سيارات استبعدها شوي يمكن كتب انسين ما درن هذا الإنسان المسكين ان انا اشتريت كمامة اشتريت ثلاثة عشر كمامة اذا هذه كلمة كمامة كلمة كمامة ايش تسمى في اللغة العربية ايش يطلق عليها ايوه يطلق عليها نعم التمييز تسمى التمييز نحويا في النحو يطلق عليها او يطلق عليها اسم التمييز اذا دائما التمييز ها ايش وظيفته في الجملة يزيل ابهام يعني لما أقول لك والله انا اشتريت ثلاثة عشر هذي الثلاثة عشر تخلينا أنا مبهم إيش ثلاثة عشر كمامة هذا اللي ظاهر معكم إن أنا اشتريت كمامة ما سيارة ما كتاب إذن كمامة هذه تسمى في اللغة العربية ماذا؟ أيوة تسمى والله تميز تسمى تميز لحظة عليها كمامة ما قلت اشتريت مثلا ثلاثة عشر الكمامة تميز بعد تشرت ترى على فكرة تميز تشرت بنعرف إيش شروطه انسي إذن هذا العدد إيش يسمى بما أن كمامة يسمى تمييز أيوة الشي اللي أنا ميزته يسمى المميز يعني إن الكمامة ميزت لإن هذا إيش ميزت لإن هذا الثلاثة عشر كمامة إذن هذا الثلاثة عشر ها الرقم يسمى المميز الشي اللي أنا ميزته بإيش ميزته بالتمييز اللي هو كمامة نزيل مثلا ها عندي ثلاثونة وسكت والله أنت الحين محتار إيش هذا الثلاثون ريالا إيش كتابا اشتريته مترين والله أنت محتار بعد هذه مترين إيش يكون والله اشتريت كيلو جرام كتابا أيوه أنت عرفت الحين أنا ميزت لك هذا الثلاثون إنها كتابا ما سيارة ما كمامة أنا الحين عندي ثلاثون كتابا إذن كتابا هذا ماذا يتسمى؟ نعم تسمى التمييز و الله مثلا لما أجل حين أقولك اشتريت مترين حريرا ما شاء الله أو قماشا هذه كلمة حريرا إيش تسمى؟ فعلا تسمى التمييز أنا ميزت إن هذا المترين حريرا بعضكم يقول أستاذ إيش هذا مترين؟ هذه وحدة قياس أهل العلوم أنتم أدر فيها هذه مترين هذه وحدة قياس نزين اشتريت كيلو جراما تمرا والله أنا اشتريت كيلو جراما تمرا هذه تمرا أنا ما يسلك إن الكيلو جرام كيلو جرام هذه تمرا وليست أرزا إذن هذه تمرا تسمى أيضا التمييز يطلق عليها التمييز نزين خلونا لحين إيش اللاحظ عليها هذه كتابا حريرا تمرا ها إيش هذه إيش اللاحظ عليها ما أتت الكتاب إيش الفرق بين الكتاب و كتابا أيوا الكتاب هنا فيها المعرفة هنا أتت نكرة إيش يعني نكرة يعني ما فيها ألف و لام يعني بدون ألف و لام إذن هذه نكرة ها اسم إيش بعد هذه ها هذه الشرطين في الأخير أيوا منصوبا إذن إيش تعري في التمييز أيوا التمييز اسم نكرة ليس ما معرف بأل يكون منصوب إيش بعد إيش دوره في القملة أيوا يوضح المقصود من اسم سبقه والله هذا كتاب أنا وضح لهذا الثلاثون إيش إنها كتاب هذا المترين إيش تكون ماذا تكون هذا المترين أيوا حريرا هذا الكيلو جرام ماذا يكون أيوا يكون تمرا واضح إذن هي تميز لي تميز لي ها تأتي بعد عدد بعد عدد قياس ها جميل إذن ها لا تنسوا يكون اسم نكرة منصوب ها اسم نكرة منصوب يوضح المقصود من شيء سبقه ها وضح المقصود من الثلاثون هنا وضح للمقصود من هذا المترين اللي هي وحدة للقياس مترين إيش هل هي ثوبا حريرا أم ماذا هذا الكيلو جرام تمرا ما أرزا ها واضح نسين إذن هذا هو التعريف نسين تخلصنا الحين من التعريف عرفنا تعريفه إنه دائما نكرة هذا متشرط التمييز والله يقول لكم أنا دائما أريد أكون نكرة أريد أكون نكرة أريد أكون منصوب دائما اسم ها جميل انسين خلونا تعرف الآن على أنواع التمييز ايش أنواع هذا التمييز والله في نوع من التمييز يسمى تمييز مفرد يعني لما أقول هذا الجمل أو هذا الكلمة تمييز ايش نوع هذا التمييز لازم تقول هل هو مفرد أم جملة الآن خلونا على المفرد ايش يعني مفرد يطلق عليه أيضا تمييز ذات و لماذا يسمه تمييز ذات و لماذا يطلق عليه تمييز مفرد سنعرف بعد شوي مثلا و الالحين أنا قلت لك اشتريت رطلا هذا رطل أيضا وحدة قياس وحدة قياس و وحدة قياس وزن هذه رطلا لما أقول لك اشتريت رطلا و الالله أنت تحتار ما هذا الرطل الذي أنت اشتريت له تمرا أرزا أم ماذا أيوة أنا ما يستحلك أنه تمرا إذن أزال الغموض في اسم سبقه هل تحققت شروط التعريف الذي أخذناه نعم اسم نعم نكرة نعم هو منصوبا جميل ليس مو مفرد ميز لي فقط الرطل هذا واضح ليس مو تمييز مفرد لأنه ميز لهذا الرطل هذه وحدة القياس إنها تمرا دعونا أخذ أمثلة أكثر عشان يوضح هذا تمييز الذات هذا أيضا يسمى التمييز الملفوظ نفس الشيء المفرد نفس الأسميات يعني هي مقرد مسميات مفرد ملفوظ ذات هذه نفس المسميات نفس النوع يعني نزين اشتريت كيلو جرام لما أقول لكم والله أنا اشتريت كيلو جرام و سكت بدون لحم تخيل الجمر لحيم إشتريته كيلو جرام أنت تحتار هل أنا اشتريت لحم دقاجا ام ماذا أيوbres أنا ميزرك أن هذا الكيلو جرام ماذا يكون هذا الكيلو جرام ماذا يكون نعم عشان ميست حالك بأنه لحما شربنا لترا والله أنت تحتار هذا اللتر هذا وحدة قياس بعد هذا اللتر إيش يكون والله أنت تحتار ماذا يكون أحدكم يقول ماء لكن أنا إيش شربت لترا لبنا ميست لك أن هذا اللتر يكون لبنا ميست بأنه لبنا وليس ماء نزين والله زرع الفلاح فدانا أيضا هذه فدانا أيضا وحدة قياس مساحة فدانا إيش يكون هذا أرزا أم طحينا أم ماذا أيوة أرزا ممتاز ها جميل أخي له تسع وتسعون الله تعالى يقول في القرآن هذه تسع وتسعون ماذا يكون هذا العدد والله أنا محتار صديقا عدوا هذه تسع وتسعون إيش يكون أيوة نعقة ميزة حالة بأنه تسع وتسعون نعقة إذن هذا اللي باللون الأحمر يطلق عليها ماذا تمييز تسمى تمييز هل تحققت شروط التمييز نعم هي أسماء هي نكرة لم يقول اللحم لم يقول الأرز لم يقول اللبن إذن تحقق الشرط الثاني نكرة الشرط الثالث ماذا أيوة جميل إذن منصوب أتى منصوب نعقة أرزا لبنا لحما ها أتى أيضا منصوب جميل جميل إيش نوعه الحين أنا أريد نوعه هل هو تمييز مفرد ذات أما يعني هل هو يطلق عليه هذا الاسم هل هو من نوع الأول هل هو من نوع الأول نعم هو من نوع الأول إذن نوعه تمييز ذات يطلق عليه تمييز ذات أو تمييز مفرد يعني أنا ميز لي ميز لي لحما ميز لهذا الكيلو جرام بأنه لحما ميز لهذا اللتر بأنه إيش ها لبنا وليس ماء ميز لهذا العدد الذي هو تسعة وتسعون أنه نعقة إذن واضح أن التمييز المفرد يأتي بعد ماذا باختصار أيوة يأتي بعد وزن بعد مساحة بعد حجم بعد عدد دائما أنت ومغمض لما تشوف وحدة قياس و لما تشوف عدد و بعد اسم نكرة منصوب إذن تمييز ذات تمييز ذات أو تمييز مفرد واضح؟ دعونا نحن نشوف هل فهمتوا؟ دعونا نسير على نماذج جوجل هذا الكود خذوا صورة على هذا الكود ينقلكم على نماذج جوجل تحصلوا أسئلة هناك يلا أريدكم تجاوب عليها يلا هذا الكود أمامكم أنهيتوا دعونا نشوف إقاباتكم 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 معكم واضحة ها ما شاء الله أغلبكم أجاب ها جميل ما شاء الله عليك كبير أجاب دعونا نرقع نحل مع بعض أو نشوف مع بعض إجاباتكم إبداعاتكم يلا ها نزين ها يلا قضى أحمد أسبوعا في القرية وعجب كثيرا بحياة القرويين الهادئة لا أحد يقول للهادئة هذه تمييز أصلا هذه جاءت معرفة وقناعاتهم بما قسم الله لهم من رزق والحال أن فيهم من لا يملك شبرا أرضا ها والله هذه أرضا حيرتني ها جميل فعلا أرضا أتت نكرة أتت منصوبة ها شدتني هذه أرضا فعلا أجي أشوف اللي قبلها هذه شبرا هذه وحلة قياس مساحة أو مسافة ها إذن هذه أرضا هي التمييز أيش هذه أرضا تمييز واضح تمييز أيش نوعه مفرد نفس الإسم يطلق عليها تمييز ذات بعد نفس الشياني نزين والله ثمنها أحد عشر والله نحترت أيش هذه الأحد عشر لو حذفت هذه دينارا والله هذه الأحد عشر أيش ريالا ريالا دينارا دولارا ها خلونا نأخذ ريالا ها ما يستحلكم بأن هذه أحد عشر ريالا لا نستخدم دينارا ما لكويت نزين خلونا نأخذ مثال آخر وذاك شيخ يطلب والله هذا شيخ مسكين يطلب كيلو إيش هذه كيلو ها هذه وحدة قياس كيلو هذه مستخدمة اللي يذهب إلى السوق هذه يعرفها كثير كيلو سكرا أنا ميست إن هذا الكيلو سكرا وليس عسلا وليس تمرا مثلا جميل سكرا إذن سكرا هذه تمييز إيش نوعه تمييز ذات أو مفرد يطلق عليها تمييز ذات أو مفرد ولترا زيتا أنا ميست هذا اللتر اللي هي وحدة القياس ماذا ميستها بأنها إيش أيوة زيتا إذن ميستها بأنها إيش أو هذا اللتر بأنه زيتا وليس عسلا مثلا إذن هذا أيضا تمييز تمييز ذات أو تمييز مفرد يطلق عليه نزيل خلونا أخذ المثال الثاني و تلك حتى الحريم يعني تعرفوا إيش إيش يريدين قروية تريد مترا هذا متر أيضا محدة قياس إيش أتى بعدها قماشا هذا قماش أيضا يطلق عليها ماذا أيوة ممتاز و يطلق عليها تمييز يطلق عليها تمييز إيش نوعه تمييز ذات و تسمى نفس الحاجة تمييز مفرد نفس الاسم يعني نفس المسمى هذا نفس النوع إذن تمييز مفرد جميل جميل نزيل إذن هذا النوع الأول تمييز الملفوظ تمييز المفرد تمييز الذات نفس الاسم نفس النوع دائما يأتي بعد عدد بعد وحدة قياس نزيل خلونا نشوف تمييز النوع الثاني إيش يكون هذا تمييز النوع الثاني نزيل خلونا في البداية ها حين خضينا التعريف و قلنا أن تعريفه اسم نكره منصوب دائما هذا يعني شروطه شروط التمييز و الله该 المسلم لك أنا أريد أن أكون اسم ما تجيبني فعل ما تقول مثلا يأكل هذا يأكل استبعدها دائما اسم دائما نكرة ما تقول ل ما تقول ل مثلا الأرز لا دائما يريد يكون نكرة أرزا و يريد يكون منصوب هذه شروطه هذه شروط التمييز تحملوا انسي لما أقول لكم و اللهنا الحين اشتريته ثلاثين ها هذه الثلاثين ايش تكون ميزت حالكم بأنه كتابا طاب محمد لما أقولكم طاب محمد وأسكت والله أنت تحتار هذا محمد إيش طاب تريد توضيح أكثر هل خلقا أم فرحا أم ماذا هذا محمد طاب أنا ميزت حالك بأنه خلقا إيش تلاحظوا بين التمييز الأول والتمييز الثاني تحققت شروط التمييز اسم نكرة منصوب والله التمييز الأول تمييز مفرد أنا كنت محتار في الثلاثين فقط هذه الثلاثين إيش تكون تعال على الثاني على الجملة الثانية والله أنا محتار الجملة كاملة هذا محمد إيش طاب هذا محمد إيش طاب طاب خلقا إذن النوع الأول يسمى تمييز مفرد أو تمييز ذات نفس الاسم تمييز الثاني يسمى تمييز جملة أو تمييز محول يطلق عليه تمييز محول ليس يسمى محول بخبرك سأخبركم بعد قليلا لا تروحوا بعيد والله لما الحين أجب أقولكم ازداد الماء ازداد الماء وأسكت بدون ملوحة لما أقولكم ازداد الماء والله أنت تحتار صح الحين كانت القيب attorney واضحة بعض الشيء لكن فيها حيرة بعض الشيء فيها غموض والله ازداد الماء لما أجيب أشرب الماء وأقولكم ازداد الماء عذوبة ملوحة جمالا زرقة أنا ميزت حالكم بأنه ازداد ملوحة ما ميز له هل ميز للما فقط لا ميز للجملة كاملة هذا الماء ازداد هذا الماء ازداد أي و ازداد ملوحة إذن هذا ما نوع تمييز جملة تمييز جملة يطلق عليه تمييز جملة هل تحققت الشروط نعم اسم نكرة منصوب إذن تمييز جملة إذن ماذا ازداد الماء هل ازداد جمالا ام ازداد زرقة ام ازداد عذوبة قلت لكم انه ازداد ملوحة التمييز الجملة التمييز الملحوظ التمييز النسبة هذه جميع هنطلق على شيء واحد نفس الاسم على شيء واحد نفس الاسم ملوحة يطلق عليه تمييز ملحوظ تمييز نسبة تمييز جملة تمييز محول المسكين مسماي ألف شيء نزين تمييز إما أن يكون في قملة فعلية وإما أن يكون في اسم التفضيل إيش هذا اسم التفضيل سنتعرف عليه إيش هذه قملة فعلية سنتعرف عليه لا تستعقلوا نزين والله لما أجل حينه أقولكم ازداد زيد لما أجل حينه أقولكم ازداد زيد والله أنت تحتار هذا زيد ايش ازداد لما أجل حين أقولكم ازداد زيد هذا زيد ايش ازداد هل ازداد جمالا ذكاء علما نزين خلونا في البداية نشوف هذه كلمة علما هل تحققت الشروط هل اسم نعم اسم هل نكرة نعم نكرة هل هو منصوب نعم هو منصوب هل وضح لي شيء مبهم قبله نعم وضح لي قملة كاملة مبهمة والله هذا زيد ايش ازداد ها ازداد علما ها ازداد علما إذن دائما هذا تمييز القملة دائما يكون محول عن شيء تقول لي والله استاذ هذا عن ايش محول كيف عرف انه تمييز أيضا أطرح سؤال ماذا ازداد زيدا أيوة والله ازداد علما ما ازداد ذكاءا ما ازداد جمالا ازداد علما انا ميزتك انه استاذ في صفة معينة انه استاذ علما نزيل هذا محول عن ايش تتوقعوا هذه كلمة المحول تقول استاذ صدعتنا فيها الآن بخبركم اول شيء هذه القملة قملة ماذا ازداد أيوة قملة فعلية مثل الأكل يعني قملة بدأت بفعل شرب ها نزيل ازداد زيد علما ازداد خلونا اكتب لكم القملة هنا ازداد زيد علما خلوها علما على صوب ازداد زيد نزيل ازداد هاذي ايش ها أيوة فعل من اللي ازداد من اللي قام بالفعل بالازدياد أيوة زيد لا تظلموا هو الفاعل هاذا ايش عرابها في القملة نعم تمييز منصوب طبعا دائما التمييز منصوب اتفقنا التمييز منصوب ايش نوعه محول او قملة دائما هو نفس المسميات هي مقرد مسميات تقول لاستاذ والله ليش ما سميته تمييز مفرد او ذات قلنا لكم ما اتى بعد عدد ما اتى بعد وحدد قياس نزيل نزيل أنا ايش يهمني ان اعرف نوعه يهمني والله يهمني اشوف اللي قبله ايش عراب زيد هذه ايوة عرابها فاعل اذا هذا لما يسألك لما يسألك الممتحن او لواضع الاختبار هذه علما محولة عن ماذا ايوة محولة والله عن اشوف اللي سبقها محولة عن فاعل نزيل قال لي علما ما قال لي العلم ما جاءت معرفه ها جميلة حققت الشروط عشان اتأكد زيادة ها اقول والله ازدادة اقيب علما مكان زيادة مكان الفاعل ازدادة علمه ازدادة علمه زيد ازدادة علمه ازدادة علمه ازدادة علمه زيد اذا والله القملة القملة ايش راكبة ها مضبوطة ازدادة علمه زيد اذا فعلا هو محول عن فاعل يعني لما اجعر بالحين ازدادة فعل ايش اللي ازداد علم اللي هو فاعل و زيد مضاف إلي ها جميل زين لما الحين الله تعالى يقول في القرآن الكريم اشتعل الرأس والله انت تحتار ايش بعد الرأس يشتعل هل اشتعل الرأس نارا مثلا والله انت تحتار هل اشتعل زيد نارا ها ها الله ميزه ان اشتعل الرأس شيبا ها اشتعل الرأس شيبا هنا ميز له قملة كاملة ميز له قملة كاملة ان اشتعل الرأس ماذا ما ميز له عدد ما ميز له حدد قياس ايوه اشتعل الرأس شيبا انزين حرفت انها تمييز قملة لكن احيانا يسألك محول عن ماذا عن ماذا هو محول هذا لازم أكون ذكي في العراب شاطر في العراب قملة فعلية دائما يأتي قملتين يا قملة فعلية يا أم إسم تفضيل الآن خلونا على قملة فعلية اشتعل نعم عرابها أيوة ممتازين فعل من اللي اشتعل من اللي اشتعل دائما الفاعل اش من اللي اشتعل الرأس إذن الرأس هي فاعل نزين والله شيبا هذه شيبا اشعرابها تمييز ايش نوعه لا تخطئ في النوع تمييز جملة أو محول هي مسميات لما يسألني محول عن ماذا أشوف اللي سبقه إيش سبقه هل سبقه فاعل أم مفعل به أيوة سبقه فاعل إذن أنا مغمر أقول والله محول عن فاعل نزيل كيف أتأكد أستاذي تأكد هكذا اشتعل لا تقول لشي بني الرأس ما تركب الجملة خلله مرفوع لأن الفاعل دائما مرفوع اشتعل شيب الرأس والله ركبت الجملة إذن فعلا هو محول عن فاعل ما شاء الله عليكم جميل الله يعينكم على هذا اللخبط نزيل والله نظمت الكتب صفوفا هذه جملة فعلية لا أحد يقول لجملة اسمية نظمت الكتب صفوفا دعونا نعرض هذه صفوفا دائما تمييز تمييز لماذا؟ هل تحققت الشروط؟ نعم اسم نكرة ما أتت الصفوف أتت صفوفا ومنصوب جميل تحققت الشروط هذه تحقق تعريفه وضح لإبهام جملة نظمت الكتب والله ما نظمت الكتب؟ أيوة نظمت الكتب على شكل صفوف نسي يسألك عرفت أن تمييز جملة إذا تميز جملة دائما يسألك عن إيش محول عن إيش محول تتوقع لازم أكون أعرف في الإعراض نظمت نظم فعل من الفاعل هنا؟ لا تقول للكتب الفاعل نظمت إيش دورها في القملة؟ نظمت أنا أيوة أنا الفاعل إيش نظمت على إيش وقع التنظيم؟ أيوة الكتب إذن هذه مفعول به صفوفان هذه تمييز محول عن ماذا؟ أشوف اللي سبقه مباشر اللي سبقه إيش عرابه؟ أيوة والله اللي سبقه عراب مفعول به إذن هذه محول عن ماذا؟ أنا مغمض أيوة محول عن مفعول محول عن مفعول به ممتازين دعونا نتأكد نظمت نظمت صفوفة الكتب والله ركبت اللي سبقه من الله خلاص نتأكد إذن فعلا إذن فعلا هو محول عن ماذا؟ محول عن مفعول به نزين دعونا نسيقع المثال اللي بعده الله تعالى يقول في القرآن الكريم فجرنا الأرض عيونا هذا عيونا والله اسم والله منصوب والله نكر حققت شروط الثلاثة فجرنا الأرض ماذا؟ أيوة فجرنا الأرض عيونا جميل جميل إذن تمييز هذه عرابها تمييز لا تحتار فيها تمييز قملة نسيقع المحول عن ماذا؟ عاد هنا شوية الممتحن يسألني محول عن ماذا؟ تمييز القملة دائما محول لا مثل هناك هناك روحات تمييز العدد تمييز الوحدات القياسية هناك روحات لكن هنا شوية فجرنا الأرض عيونا نسيقع أعرف فجرنا فجرنا فجر فعل لا هذه أيوة نحن اللي قمنا بالتفكير ناء الفاعلين نسينا الأرض ما موقعها؟ أيوة والله مفعول به ما اللي فجرنا فجرنا الأرض هذه عيونا تمييز قملة محول عن ماذا؟ أنا مغمض ما اللي سبقه؟ مفعول به إذن محول 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 عن مفعول به ها جميل إذن كيف أتأكد فكرنا عيون الأرض والله ركبت القملة إذن فعلا هو محول عن مفعول به ما شاء الله عليكم جميل نزيل إذن دائما إذا قاء التمييز بعد فاعل مباشرة أنا مغمض أقول محول عن فاعل إذا قاء التمييز محول عن مفعول به دائما أنا مغمض والله محول عن مفعول به و الفاعل ها قلنا هذا اسم الفاعل فاعل هذا هذا سالفة أخرى إذن دائما إذا قملة فاعلية تمييز قاء في قملة فاعلية يا إما محول عن فاعل أو محول عن مفعول به نزيل خلونا شوي نصحب عليكم خلونا شوي نصحب عليكم طبتوا نفسا والله تتساءل أنا طبت ماذا طبت ماذا أيوة هل طبت نفسا طبت خلقا مثلا أنت تحتار أنا ميزت حالك بأنه نفسا دائما نكر اسم منصوب هو ينعرف يعني علاماته ينعرف لا يتخفى لا يقدر يتخفى اسم نكر منصوب نفسا طبت نفسا هذا تمييز قملة تقول لي أستاذ كيف عرفت لم تأتي بعد عدد و لم تأتي بعد وحدة قياس أهل العلوم اليوم خضينا دوركم و لم تأتي بعد وحدة قياس إذن دائما إذا لم تأتي بعد هذا إذن عرف أنه من النوع الثاني نوع القملة ما من نوع تمييز الذات أو المفرد إذن نوع تمييز قملة والله أتى في قملة فعلية تقول لي أستاذ كيف عرف أنه أتى في قملة فعلية أو اسمية سأخبركم لا تخافوا بسيطة جدا نوعين يا قملة فعلية يا اسم تفضيل أخبركم اسم التفضيل هنا عرف اسم التفضيل ما يتخفى واضح لا يمكن أن يتخفى نزين والله طبته 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 هذه كلمتين فعل طابع و تا هذه طبته أنا والله أنا الفاعل و نفسا تمييز قملة محول عن ماذا دائما إيش أتى قبله أشوف إيش أتى قبله أيوة لم يأتي في هذه القملة مفعل به إذن محول أنا مغمض عن محول عن أيوة جميل محول عن فاعل ها خلونا نتأكد خلونا نتأكد ها خلونا نتأكد ها خلونا نتأكد هنا طاب تقول لي أستاذ وين راحت أخلي هذه أخلي دائما من التمييز مكان الفاعل بما أنه محول عن فاعل أخلي مكان الفاعل إذا محول عن مفعول به أخلي مفعول به إذن طاب طابت ها طابت نفسي طابت نفسي و راكبت للقملة تقول لي أستاذ من وين قبت هذا الياء لأن أتحدث عن نفسي أنا لأن هذا التاء الفاعل ها طبت أتحدث عن نفسي إذن طابت نفسي نزيل دعونا نسي المثال الثالث ارتفع طلاب العلم في وطننا شئنا ها والله التمييز هذا شئنا إيش ارتفع طلاب العلم في وطننا ذكاء قدرا ها شئنا شئنا ارتفعوا شئنا إذن هذه التمييز نوع جملة نزيل إيش محول عن ماذا هنا الممتحن دائما يسألني محول عن إيش أو عن ماذا ها خلونا نعرض هذه قملة فعلية ارتفع فعل من الفاعل من هنا اللي ارتفع أيوة طلاب العلم هم اللي ارتفعوا هم الفاعل في وطننا هذا هذا دائما حروف القر هذه نوع خلونا نسميها نور على نور ما يهمنا في القملة ارتفع طلاب العلم شئنا خلوه هذا احذفوها لا لا تسيروا صوبها هذا إذا شفتوا قار و مقرور في وطننا إلى وطننا فوق وطننا على وطننا هذه حذفوها ارتفع طلاب العلم ها دعونا نكتبها مرة ثانية هنا ارتفع طلاب العلم شئنا ارتفع طلاب العلم شئنا تقول ليسا ليس حذفتها هذه لا تحذفها عادي لكن أقول لك هذه ما نستخدمها ما نريدها دائما إذا شفت قار و مقرور هذه لا تعوى راسك تخلص منها ها ارتفع والله بفعل طلاب العلم هذه كنها كلمة واحدة مثل لما أقول لك والله قناة عمان هذا تحدث عن قناة واحدة عن شيء واحد والله مثلا لما أقول لك مدرسة مثلا مدرسة مثلا مدرسة راشد أو بيت راشد هذا أتحدث عن شيء واحد أتحدث عن شيء واحد هذا يعني قار و مقرور يعني أتحدث عن شيء واحد مثلا لما أقول لك قلم الأستاذ أتحدث أن هذا يملك شيء واحد أو شخص واحد أو أتحدث عن شيء معين واضح إذا طلاب العلم أنا أتحدث هنا عن مجموعة واحدة اللي هم طلاب العلم واضح ما طلاب الجهل أتحدث عن طلاب العلم نزين إذن هذا فاعل إذن شئنا هذا تمييز محول عن ماذا أشوف إيه سبقه أيوة والله سبقه فاعل سبقه فاعل إذن أنا مغمض هذا والله محول عن فاعل إذن كيف أتأكد ارتفع ارتفع أخلي شئنا مكان الفاعل مكان الفاعل هذه ارتفع شئنه لا تقول لي شئنا دائما الفاعل مرفوع ارتفع شئنه طلاب العلم والله ركبت القملة إذن فعلا هو محول عن فاعل نزين دعونا الآن نصير على قملة أخرى لعب الولد متعبا لعب الولد متعبا تحققت شروط كل أستاذي تحققت شروط إسمنا كلا منصوب دعونا نتحاول لعب فاعل الولد فاعل هذه متعبا ما رأيكم فيها هذا فيها خدعة على فكرة لعب لعب متعب الولد لعب متعب الولد والله ما راكبة أحسها ما راكبة ركب متعب الولد ما هذا الكلام أيها هذا درستمها أنتم سابقا هذه حال ماذا لعب الولد متعب هذه ما تركب إذن هذه حال ليس التمييز ليس التمييز و أصلا الاسم لي أتى قبلها أتى معرف نزين نزين طابت مدينة مسقط هواء طابت مدينة مسقط هواء ماذا طابت مدينة مسقط هواء إذن هذا التمييز ما هو نوعه أيوة قملة أو محول نزين محول عن ماذا هذا الإنسان أو هذا التمييز أيوة دعونا نعرب طابة فعل هذه التاء تقول لي استاد تاء الفاعل ما كل مرة عاد هذه تاء التأنيذ لأن اللي بعدها يسمى مؤنث نزين إذن تاء التأنيذ ما أشوف صوبها ما أشوف صوبها طابت من الفاعل هنا من لي طاب مدينة مسقط إذن الفاعل هنا مدينة مسقط هواء تمييز ما هو نوعه تمييز أيوة تمييز جملة محول عن ماذا أشوف اللي سبقه ماذا سبقه أيوة محول عن فاعل ممتازين نزين زاد القلب يقينا ماذا زاد القلب أيوة يقينا هل تحققت الشروط نعم اسم نكره منصوب نزين عن ماذا محول عن ماذا محول أعرب زاد فعل القلب فاعل يقينا ها أشوف اللي سبقه محول عن أيوة عن فاعل أتأكد زاد يقين القلب والله ركبت الجملة إذن محول عن محول عن فاعل نزين خلونا الجملة الثانية خلونا الجملة الثانية زدت زدت القلب يقينا ها هذا فعل هذا فاعل هذا مفعول به أنت مغمض هذا محول عن ماذا يقينا هذا التمييز تحققت شروط اسم نكره منصوب أيوة محول عن مفعول به لأنه أتى قبل مفعول به كيف أتأكد أخلي مكان مفعول به زدت زدت يقينا القلبي والله ركبت الجملة إذن محول عن مفعول به ممتاز نزين خلونا اسم التفضيل هذا اسم التفضيل باختصار أميز شيء على شيء أفضل شيء على شيء يعني مثلا خلونا في الكورة مثلا يعني هنا الله يعيننا بتستوى حرب مثلا لما أقول لك والله ميسي أفضل من رونالدو تهديفا هنا ميزت ميسي على رونالدو مثلا والله لما أقول لكم عشان ما يزعلوا أنصار رونالدو رونالدو أفضل من ميسي مراوغة واضح يعني أفضل شيء على شيء هذا اسم التفضيل باختصار تقول لأستاذ كيف أنا حصلها في القملة دائما أجد أجد كلمة على وزن أفعل أفضل أحسن أجمل أذكا نزين ألعب أفضل أحسن أجمل هذه كلمات على وزن أفعل نزين خلونا نخذ أمثلة عشان توضح اسم التفضيل يعني أفضل شيء على شيء أو أفضل واحد على مجموعة فيها تفضيل يعني فيها تفضيل فيها تفضيل نزين مثل لما أقولكم محمد أفضل من علي هذا فيها تفضيل أفضل من علي محمد أفضل من علي ماذا أيوة أفضل عنه مظهرا إذا هذا تمييز ميست أن أفضل من علي مظهرا لا أفضل عنه مثلا ذكاء أم جمال ميست أن أفضل مظهرا تمييز المعارerto أيوة تمييز نوع جملة تمييز الجملة دائما يسألني محول عن ماذا أنت مغمض في اسم التفضيل محول عن دائما عن مبتدأ دائما محول عن مبتدأ كيف أتأكد دائما المبتدأ هو اللي أبتدأ في الجملة إذن مظهر دائما المبتدأ مربوع مظهر محمد أفضل من علي والله ركبت الجملة ما شاء الله الله أسرع و مكرا دعونا أحذف شوي الله أسرع الله أسرع ماذا رحمة أسرع و مكرا قالك أنا أسرع و مكرا وين اسم التفضيل هذه كيف أتأكد على وزن أفعل أن الله أسرع و مكرا من أي شيء في الوقود كيف أتأكد دائما هذا محول عن مبتدأ بما أن اسم التفضيل جاءت في جملة فيها اسم تفضيل محول عن مبتدأ إذن قيبه في البداية مكروا بالضمة مكروا الله أسرع مكروا الله أسرع و الله ركبت الجملة فعلا هو محول عن مبتدأ نزين إذن دائما اسم التفضيل على وزن أفعل أكبر أحسن أكرم أجمل دائما التمييز نوع تمييز جملة محول عن ماذا محول عن مبتدأ إذن واضح اللعبة دائما أنت أفضل من سعيد خلقا إذن هذا تمييز تمييز ما نوع جملة محول عن ماذا بما أنه أفضل أكثر فيها تفضيل يعني الأب أكثر من الإبن خبرة دائما هذا تمييز جملة محول عن مبتدأ كيف أتأكد أجيبه في البداية أجيبه في البداية أجيبه في البداية واضح نزيل إذن التمييز يا أما أن يكون تمييز مفرد أو ذات يأتي بعد عدد بعد مساحة بعد وزن يا أما أن يكون تمييز جملة أو ملحوظ أو محول نفس المسميات هي مقرر مسميات يا أما يأتي في جملة فعلية ويكون ها عليهن يسألني سؤال آخر يا أما يكون محول عن فاعل وإما أن يكون محول عن مفعول به ووضحنا هذا الشيء واسم التفضيل واسم التفضيل دائما يكون محول عن مبتدأ اسم التفضيل محول عن مبتدأ نبغى ابن سينا طبا كيف أتأكد نبغى فعل ابن سينا فاعل نزيل طبا والله ما نبغى طبا ذكاء طبا إذن هذا التمييز ما هو نوعه ما أتى بعد عدد ما أتى بعد وحد قياس أيوة تمييز جملة محول عن ماذا سبقه فاعل مباشرة أقول محول عن فاعل كيف أتأكد أخلي مكان الفاعل نبغى طب ابن سينا نبغى طب ابن سينا نزيل زرع الفلاحو زرع فعل فاعل البستان مفعول به آه ميزوا أنه زرع موز ما زرع عنب مثلا إذن هذا محول عن ماذا لأنه تمييز جملة وأتت في جملة فعلية أيوة دائما محول عن الشيء الذي سبقه إعراب البستان مفعول به إذن محول عن مفعول به كيف أتأكد زرع الفلاحو موز البستان جميل أبو تمام أخصب هنا فيها تفضيل فيها تفضيل إذن دائما أنا مغمض التمييز هنا محول عن مبتدع خيال أبو تمام أخصب من البحتري نزيل إثنتا عشرة عينا أتا عدد إذن بعد على التمييز إيش نوعه مفرد تقول لأستاذ محول عن ماذا تمييز المهرد ما في محول هذا ما في هذا اللعبة ما تمشي عليه واضح نزيل إذن هذه اللعبة أو هذا الملخص وتجد هنا ملخص وأسئلة على درس اليوم تجد ملخص وأسئلة على درس اليوم ملخص وأسئلة على درس اليوم صورة هذا هذا البركوت الذي يحب صوره هذا فيه ملخص طبعا درسين تمييز المفرد وتمييز الذات درسين طبعا منفصلين درسين منفصلين درسين سهلات بإذن الله بس تدربوا عليهم وحاولوا تجيبوا وحاولوا تجيبوا على وحاولوا تجيبوا على على وحاولوا تجيبوا على الأسئلة الموجودة وحاولوا تجيبوا على الأسئلة الموجودة واضح؟ إذن هذا هو أيش؟ التمييز هذا اللي هو التمييز بنوعه تمييز الجملة والذات شكرا جزيلا ونلتقي بحصة قادمة بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته